عملة غير ملموسة واقعية في تعاملاتها افتراضية في قيمتها هي البيتكوين هي العملة الالكترونية التي باتت تجذب شريحة كبيرة من المتعاملين حول العالم حتى وجدت انتشارا لها في الكويت قصتها بدأت منذ سنوات بالشراء والتداول وانتهت برواج شاسع بين اوساط المستثمرين فيها رغم التحذيرات من امكانية ان تشهد فقاعة قد تنفجر في اي وقت صار لها حجم لكن بالخيال بالعالم الافتراضي اللي احنا نعايشين فيه انما فعلا واقعيا ولها قيمة مادية متوازنة معها في الامور المادية عند التجارة الحقيقيين او عند التجارة الحقيقية ما هي موجودة هذه العملة عملة افتراضية تعمل بالعمل بالشيء الافتراضي الان حتى بعض المؤسسات المالية الكبيرة يعني حتى لو انها ما تركز على هذا الامر بشكل كبير ممكن يكون فيه تقدر تشتري فيها شغلات مادية بشركات تتعامل بهذه البيتكوين بيمر يعني نفترض روح تشتري مثل ما قلنا ورق مثلا او تشتري اي شيء يمكن تشتري من شركة تبيع الورق صح لكن هي عندها جزء من تجارة البيتكوين في الكويت الكثير من المتعاملين بالبيتكوين لكن التعامل بها لا يزال حذرا في ظل التساؤلات عن قانونية تداولها اعتقد انا البنك المركزي الان حتى يجب ان يكون هناك على الاقل انا ما سمعت صراحة شيء لا بالنفي ولا بالاقرار هذا الامر انما اعتقد يجب ان يكون هناك توضيح وعلى الاقل توضيح الصورة عن البيتكوين وعطاء عنها حقها الاعلامي مثلا انها قدرت تجذب كثير من الشباب من كثير بالعالم الافتراضي انما هل هي فعلا شيء واقعي يجب ان يكون هناك تركيز حتى لا تنجرف كثير من الامور ويكون هناك قضية كبيرة تحت حصل بعدين نقول احنا والله ما نتكلم على شيء واقعي انا اعتقد متابعة هذا الامر والتركيز عليه وتوضيحه وتوضيح حقها واعطاء حقها الاعلامي امر واجب على المؤسسات المالية في الكويت رغم التحذيرات تشهد البيتكوين اقبالا كبيرا يزداد زخما في عطل الاسبوع وتجاوزت العملة الرغمية اثني عشر الف دولار في كوريا الجنوبية واليابان التي تعدان من اكبر اسواق العملات الرغمية حيث تشكلان نحو 75% من اجمال تعاملات البيتكوين العالمية حسين الصائغ لتلفزيون المجلس